وفي ملف آخر في تطورات روسية روكرانية هجوم بريانسك في غرب روسيا على الحدود مع أكرانيا يفتح المواجهة على احتمالات جديدة بين موسكو وكييف رئيس روسي فلاديمير بوتينوى بعد إلغاءه لزيارة كان مخططاً لها في المنطقة وصف الهجوم بالإرهابي في حين تبنت المجموعة التي اختارت من المفاكر الروسي المقرب من الكريملين تبنت الهجوم الحرب مواجهة مفتوحة أحياناً تتجاوز ظروف الزمان والمكان من شرق أوكرانيا إلى غرب روسيا تستمر الأحداث المتسارعة حدث مقاطعة بريانسك داخل التراب الروسي قد يغير المعادلة ويفتح جبهة جديدة المخابرة الأوكرانية قالت إن الهجوم نفذه معارضون من الداخل ضد نظام بوتين ويريدون القضاء عليه الرئيس الروسي الذي ألغى رحلته التي كانت مخططاً لها إلى بياتيغورسك وصف الهجوم بالإرهابي اليوم نفذوا هجوماً إرهابياً آخر نفذوا جريمة أخرى على منطقة حدودية وفتحوا النار على مدنيين رغم رؤيتهم بأن السيارة مدنية ويجلس فيها مدنيون وأطفال هؤلاء الأشخاص أخذوا على عاتقهم مهمة انتزاع ذاكرتنا وتاريخنا وعاداتنا وحتى لغتنا ورغم أن المجموعة التي نفذت الهجوم نشرت مقطعاً مصوراً لعناصرها داخل المقاطعة وهم يرفعون شعار الجيش الأوكراني قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايل بودولياك إن الهجوم مفبرك ومزيف إلى ذلك تبنت المجموعة التي اقتالت ابنة المفكر الروسي المقرب من الكريملين أليكسندر دوغان الهجمات في بريانسك تطور جديد قد يغير مسار الحرب رغم أن كييف تنفي صلتها بالموضوع بلال البجديني الحدث والي المزيد من التفاصيل والمعلومات ينضم إلينا من كييف مراسل حدث حذيف عادل ومن موسكو ينضم إلينا عبدالجواد الرشد مراسل حدث أهلا بكما أبدأ من عبدالجواد في مسألة بوتينية المخربين أوكرانيين بهذا الهجوم في المنطقة الحدودية المزيد من التفاصيل حول الجهة المتهمة رسمية من روسيا مساء الخير صار لك ولي حذيفة نعم بالفعل موسكو تتحدث عن أن مجموعة من الإرهابيين النازيين الجدد كما سمتهم قاموا بالتسلل اليوم نحو الأراضي الروسية نحو مقاطعة بريانسك المتاخمة للشريط الحدودي الأوكراني طبعا هذه المجموعة قامت بالتسلل إلى شوارع بعض القرى وهي قريتين طبعا تقع في الجهة الغربية الأقرب للأراضي الأوكرانية تم إطلاق النار على سيارة تقل أشخاص أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ من العمر 11 عاما حسب الرواية الرسمية تم إجراء عملية جراحية بشكل مباشر لهذا الطفل ووضعه الآن بشكل جيد طبعا موسكو ألقت بالتهمة بشكل مباشر على لسان الكريملين وعلى لسان الخارجية ومنذ دقائق طبعا خرج مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وتحدث عن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي من تدعم هذا النظام الإرهابي كما سماه وهو يلقي باللون بشكل كبير على الغرب في مد الجانب الأوكراني بالسلاح طبعا صار إذا ما تم الحديث عن حول هذا الهجوم لا يمكن إخفاء قلق الحكومة الروسية من هذا الموضوع ومن حادثة بريانسك لكن طبعا موسكو أصبحت تتحدث بشكل كبير أنه على موسكو الاستعداد للأسوأ خلال صراعها مع الغرب هذا ما تحدث عنه نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكاف الذي قال وصرح اليوم بأنه موسكو قد تواجه الأسوأ في صراعها مع الغرب طبعا القراءة السياسية والعسكرية في البلاد تتحدث عن أنه ليست هي المرة الأورى التي تتعرض مناطق ومدن مجاورة الأراضي الأوكرانية لضربات من القوات من ذاك الجانب لكن الاختلاف الوحيد اليوم هو طبعا عملية التسلل وهذا ما أدى إلى مشكلة حقيقية لدى الروس طبعا في الحديث عن هذا الموضوع طوال النهار طبعا الكثير من الناس والعديد من التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب وتسأل كيف تمكنت هذه المجموعة من التسلل الأراضي الروسية المنتظر طبعا هو عقد اجتماع يوم الغد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومجلس الأمن الروسي للفض بهذا الموضوع والوصول لنقاط سنكون في متابعتها طوالا سارة وسننقلها إليكم إلى الحدث إن شاء الله سأعود إليك لاحقا في مسألة إنك لدينا وقت في مسألة الأسوأ القادم بحسب التوقعات الروسية ولكن أنتقل إلى حديثة التصريحات الأوكرانية تتحدث من جهة بحسب المخابرات عن هجوم من قبل مجموعات روسية في الداخل فيما مستشار الرئاسة يتحدث الأوكرانية يتحدث عن صور مفبركة وعن هجوم مفبرك ما الذي يجل حديث عنه أوكرانيا كيف يرد على هذه التهم الروسية مساء الخير سارة لك والزميل عبد الجواد في الحقيقة الجانب الأوكراني وأول من كان له رد فعل حول هذا الأمر هي القيادة العملياتية الأوكرانية الشمالية للقوات المسلحة الأوكرانية في الشمال هي أول من كان له رد فعل حول هذا الأمر ووصفت الأمر بالدعاية المزيفة من قبل الاتحاد الروسي ومفبركة من قبل الاتحاد الروسي وطبعا بالمناسبة صارة كانت القيادة العملياتية الشمالية في الثالث والعشرين من فبراير كانت قد أعلنت بالفعل أن سوف تكون هناك عمليات استفزاز في بريانسك من قبل الاتحاد الروسي وستكون هناك فبركة لهجوم أوكراني لمسلحين أو قوات ترتدي زي القوات المسلحة الأوكرانية لاتهام الجانب الأوكراني وقد حدث بالفعل ما كانوا قد أعلنوا عنه في الثالث والعشرين أيضا من خلال بودلاك مستشار الرئيس ولاديمير زيلنسكي قال بشكل واضح أن هذه هي روسيا الكلاسيكية وهذه هي طريقتها في التعامل مع الأمور قال أن هناك السيناريو هنا السيناريو الأول طبعا أن روسيا تريد أن تبرر الاتحاد الروسي يريد أن يبرر لمواطنيه هذه الحرب التي أفقرت الشعب الروسي من الداخل لا بد أن يفتعل مثل هذه الهجمات داخليا ليبرر مثل هذه الحرب أيضا تحدث مخيل بودلاك وقال أن هناك السيناريو الآخر أن هناك حركة مقاومة قد بدأت بالفعل من قبل مواطنين روس لتدمير نظام بوتين وقال في وقت الحرب لتكون هناك حركة مقاومة لا يمكن أن تقوم إلا بحمل السلاح في الأيدي هذا من جانب ولكن أيضا الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على لسان الناتق الرسمي باسم الاستخبارات العسكرية قال أن هذه قوات روسية تمت كونت في الداخل الروسي وأعلنت عن نفسها وأن أوكرانيا لا علاقة لها بالأمر بالمناسبة هي ليست القوات الوحيدة اليوم أيضا ظهرت قوات أتيش في شبه جزيرة القرم وأعلنت عن نفسها وقالت أنها في انتظار القوات المسلحة الأوكرانية وأعلنت عن أن لديها أكثر من أربعة آلاف من القوات المدربة التي سوف تقوم بعمليات في الداخل لقتال نظام بوتين المجرم كما سموه نعم عبد الجواد إذن القادم سيكون أسوأ هذا بحسب التوقعات التي ذكرتها من مسؤولين روس فيما يتحدث بوتين كذلك عن رد حازم بعد هذا الهجوم ما المتوقع في المرحلة المقبلة التحليلات أو المعلومات التي تتوفر لديك حول التوقعات في المرحلة المقبلة أمنيا صار يعني احتدام الصراع من جهة ويعني وصول العمليات العسكرية إلى ضروتها في بخمت وفي مناطق أخرى والتصعيد الكبير من قبل الجانبين من قبل موسكو ومن قبل الغرب أوصل بالحديث السياسي في البلاد للتصريح عن أن الفترة القادمة قد تكون الأسوأ في خلال فترة الصراع بين موسكو والغرب طبعا الحديث يدور حوى وصول المسيرات إلى مناطق عدة في الأراضي الروسية أقربها إلى العاصمة موسكو بعد مسافة 100 كم تقريبا قبل يوم الأمس طبعا هي منطقة حساسة جدا تم استهداف مركز لشركة غاسبروم الكبرى لكن طبعا وسائل الدفاع الجوية الروسية قامت باستياد كافة هذه المسيرات حسب الرواية الرسمية لذلك طبعا وصول هذه المسيرات من جهة الوضع المتوتر على الشريط الحدودي من جهة أخرى وتسلل فرق تابعة للقوات الأوكرانية من جهة أخرى أوصلت الوضع الآن في البلاد إلى الحديث عن أن المرحلة القادمة ستكون حازمة طبعا ظهرت اليوم بعض المطالبات بالحديث حول طلبات تحويل العملية العسكرية إلى حرب في مواجهة الغرب لكن حتى هذه اللحظة القيادة الروسية ما زالت تلتمس الصمت بما يخص التصريح حول هذا الموضوع وكما تحدث الكريملين اليوم على لسان بيسكوف بأنه لا يعرف إن كانت ستتحول العملية العسكرية إلى حرب أم لا كل هذا طبعا رهن ما سيجري وما سيتم الحديث عنه يوم الغد في اجتماع بوتين مع مجلس الأمن الروسي سارعا إذن تحول كبير إن جاء فعلا في مسألة توصيف هذه العملية العسكرية إلى حرب بالإضافة إلى هذه الخطط والرد الحازم الذي يتحدث عنه الروس وهذا سؤالي لحذيفة كيف يتابع أوكرانيا كل هذا الحديث الروسي عن رد الحازم وعن احتمال توصيف جديد العملية في الحقيقة أولا إذا تحدثنا عن الجانب الرسمي فهم يقولون أنهم ليسوا في حاجة إلى أي عمليات استفزاز لجهة هم في الأساس في حالة حرب معها يعني هذا الأمر لا جدوى منه لأن فعليا هناك حرب قائمة بين الروس وبين الأوكرانيين ولذلك هم تخطوا مرحلة أن يكون هناك أي استفزازات بين الجانبين الجانب الأوكراني إذا تحدثنا شعبيا طبعا هو يدعم عملية الاستهداف داخل الأراضي الأوكرانية حتى اللحظة وطبعا عندما يتم الإعلان عن أي عمليات استهداف داخل الأراضي الروسية أيضا نلاحظ أن هناك احتفاء بهذا الأمر باحتبار أن الأوكرانيين يعتبرون أن كل هذه الاستهدافات التي تمت في الفترة الماضية هي تمت داخل الأراضي الأوكرانية قتل الآلاف من المواطنين الأوكرانيين نحن هنا لا نتحدث عن القوات المقاتلة المسلحة وإنما نتحدث عن المدنيين لذلك هناك عملية احتفاء بأي عمليات تنفذ في الداخل الروسي شعبيا طبعا ولكن بالجانب الرسمي ينفي حتى اللحظة أي تورط له في أي عمليات داخل الأراضي الروسية يقول تقول القوات المسلحة الأوكرانية بشكل واضح أنها لا تستهدف الأراضي الروسية وإنما هي تمارس حقها في الدفاع عن أراضيها واستعادة الأراضي طبعا بما في ذلك شيفي جزيرة القرم التي كنت قد أشرت قبل قليل عن تكوين أيضا فرقة مسلحة تسمي نفسها أتاش وأعلنت عن أنها في انتظار القوات المسلحة الأوكرانية وأن لديها جمع من السلاح والمتفجرات وأنها سوف تقوم بعمليات وسوف تستلم المقارة العسكرية في حالة عبور القوات المسلحة الأوكرانية للحدود في شيفي جزيرة القرم